السلام عليكم معكم فخر الدين في فيديو جديد رمضان مبارك سعيد اتمنى يدخل عليكم بالصحاب والتي تمنتوا ان شاء الله لكي نظر على اكتشاف امريكا والصفر لها اول حاجة تجينا في بالنا هي الباخرة الكبيرة للكونكستادور اللي كانوا يمشيوا الامريكا وفي الوقت الحالي ديالنا طيارات والاصفار الجوية ولكن ما يطيحش على البال هو ان مغريبي فالوقت الحالي ديالنا بفلوكة ومعدات بسيطة قدر يقطع المحيط الاطلسي ويوصل للقارة الامريكية ستكون في الايام الاخيرة تستطيع التعرف في العالم الكريبتو وانا كل نهار كانوا يسمعوا على عملات من الاتمينة صغيرة بزافة من الاتمينة خيالية اليوم انا نظر لكم على واحد العملة من نفس النوع والتي تستطيع تدير ارباح خيالية هذه العملة اسميتها ماتريكس ولمان عملة عندها علاقة بالانتليجونس ارتفيسيال بالذكاء الاصطناعي وهذه العملة دايرها 15 سنتيم دابا هذه العملة اتفاقيات مع منظمات حكومية في الصين لانا لا تستطيع استعمالها بطريقة لتبدل الفلوس في انترنت ويخلصوا السيرفيس ويخلصوا كل شيء وتقول له عملة الالكترونية في الصين المهم اذا كنتم اهتم بالكريبتو وكتساكن في بلاصة اللي فيها ممكن تشريها من اكتشنج بحال كوكوين ولا مباشرة في gate.io اطلقوا الروابط كاملة في صندوق الوصف المهم اي حاجة بغيتو تديروها خسكم تكونوا عارفين الضمين مزيان تكونوا تتقلبوا فيه وتتفهموا فيه يعني ما تمشي بشي حاجة وانتما ما عارفينهاش هاتش اللي كاين ونبدأ بالفيديو دينا القصة تبدأ مع واحد سيد اسميته فوزي محمد ساكن في الدار البيضاء في البرنوسي وخدام طاشرون من بعد واحد الحياة عامرة بالأحداث اللي هتعرفوهم من بعد فوزي قرر انه يمشي الامريكا وانه يمشي الامريكا من فلوكا فوزي جمع شوية الفلوس وقرر صافي انه يمشي واول حاجة جات وفي بالله هي انه يمشيها بالطريقة القانونية قال اجي نمشي لشي بور ونطلب منهم رخصة باش نمشي بفلوكا ونقطع الموحيط داكش اللي يدير مشال الصويرة ومشال بور ودخل عندهم الادارة ديال بور وقال لهم بغيت نمشي الامريكا وبغيت نمشي لها بفلوكا بغيتشي اوتوريزاسي وبغيتها تخليولي الحق نمشي اللي بطبيعة الحال رفضوه لي بالصدفة ومني كان فوزي في الادارة ديال بور ومني انتلقى الرافض كان تم واحد البحار تسمع لهذه الكنفرساسيون كاملة اللي دارت بيناتهم ودخل هذا البحار اسميته العربي بابا مار عندما رفضوا الفوزي تدخلوا وقال لهم ان هذه الرحلة ممكن تكون وممكن تنجح وانهم خسهم يخليوه يجرى الرافض ويمشي تم بطبيعة الحال رفضو قاطع قالوا ليه لما يمكن من يرفضوا بحالة زراعات ليه واحد لعيبه في عقله وفي بلاس ما غير يدافع عليه جاءت الفكرة يمشي معه في هذه الرحلة ومن بعد ما تشاور مع مراته ووالديه قرر يمشي في الرحلة مع فوزي العربي كان كبير شوية على فوزي كان عنده 40 عام في ذاك الوقت وكان خدام بحار يخرج للبحار يصياد يعني عنده تجربة في البحار كبيرة حيث كاملة هو تدير هذه الخدمة في حين فوزي ما كان عنده علاقة قاع بالبحار وخه كان صحيح على العربي فوزي كان مكلف بكل شيء يعني قاعدك شيء المصاري في اليها تكون قبل الرحلة كان مكلف بيها من صناعة الفلوكة الماكلة البيل الراديو البوطات اللي شراءوا قاعدك شيء لي يخصهم في هذه الرحلة هذي وصيبوا فلوكة خاصة بهذه الرحلة فلوكة هذي كانت كبير شوية من الفلوكات العاديين اللي كانت يخرجوا يصيادوا بيهم وكانوا فيها شراعي طابعة الحال العربي هو اليو والراء الفوزي فين يصيبهم شو عنده حتسي يصيبهم اليوم وفوزي تكلف بقاعدك شيء اللي هيخصهم في هذه الرحلة شراءوا الماكلة، شراءوا أتي شراءوا معدات ديال الصيد جوج بوطات، كومبينغاز، خيوط، صنانر، البيل كل شيء اللي هيخصهم في هذه الرحلة وكانوا قدروا المدة الرحلة من الصوارع الأمريكان في 30 يوم المهم فوزي والعربي قرروا يخرجوا وبما انهم لم يأخذوا الوطوريزاسيون كانوا يخرجوا بالتخبية لماذا اختاروا نهار العطلة الذي كان هو 20 غشت 1989 في هذا النهار كل شيء يكون مشغول والإدارة لميناء لا تكون خدامة يعني لم يكن يأتي وهي برزتهم في هذا النهار العربي وفوزي علموا غير الناس من الأصدقاء والعائلة كل شيء يجمع ويقولون لهم بسلامة ثم أعطوهم ماكلة ودعو معهم قبل أن يخرجوا ثم العربي وفوزي ركبوا في الفلوكا وبدأوا غادين في اتجاه البحر حتى لا تبقى تبليهم ليبيسا فهذه اللحظة هذه غير البحر اللي ضير بهم بدات المغامرة تخيلوا معي ما تنهضروا على طانجا سبانيا أو المغرب سبانيا تنهضروا على المغرب أمريكا اللي اخذت للعالم واحد الموضة طويلة باش يكتشفوها هم غادين يديروها في واحد فلوكا صغيرة وبالزاف بلا ما يكون عندهم لا جي بأس لحتى شي حار العربي وفوزي كانوا تتافقوا العربي يفق بالليل باش يقابل الفلوكا وفوزي يقابلها بالنهار ولكن بعد شوية العربي تشف بأن فوزي ما تعرفه ووالو ماشي بحار وكان خطوه يعلمه كل شي من جديد كبيرة بزاف وحقاك وشدين هذا الروتين العربي بالليل تسوق وفوزي بالنهار من بعد ثلاث ايام دازوا على بداية الرحلة والرحلة كانت غادا مزيان ولكن العربي بدأت تجيه الخلعة لأنهم ثلاث ايام وما غادين نوصل البحر بدأت تدخلوا الخلعة ما تعرف ما تصدقش الرحلة ما تعرفش يجيو الشوكوك وتم بغير يرجع ولكن من يتيشوف فوزي اللي هو ما بحار موالو ما زال موتيفة وبغي يمشي وما خايفش ما رضعش يقول ليه رجعوا في حالنا وبقى ساكت وبقى غاد يفيد الرحلة العربي كان قدر بأن الرحلة هتمشي 30 يوم قال هنصبرها 30 يوم وهتدوز ولكن الحقيقة حاجة اخرى من بعد ذلك بقى وشدين الروتين اللي اقدرنا عليه واحد صباح واحد في الليل ومرة مرة كانوا توقفوا فوق الفلوكا وتحاولوا يمشي ويجيوا باش الجسم دياله يقام تعود على المشي وكانوا مقسمين الماكلة وتسعين يتروض المال يتدو معهم على ذلك الشهر باش يكونوا مرتاحين ما يخصهم متى حاجات ما يأكلوش كتر من القياس وما يشربوش كتر من القياس وفي نفس الوقت يكون ذلك شيء كافيهم باش ما يمرضوش ابقوا هكا مدة شهر كامل ووصل البحر كل شيء داز عادي ولكن من بعد ذلك الشهر شاهدوا رأسهم بأن ما كان حتى شيء سيني دياليابسة ما كانت شيء آتار تبين بأنهم قربوا يوصلوا وثما بدأوا تتخلعوا لأن الماكلة التسالي والما تسالي والقضية صعبة وفي نفس الوقت صحيح ولا غير تالفين وصل البحر من الحواج اللي كانوا في شكل هو أنهم كانوا تكميوا وكانوا خصهم ما يكميوا في شهر والكل المشكلة السالة هم القرروا وما عارفوا ما يديروا بقاوتي يفكروا كيف هنديروا وكيف هنديروا وكيف هنكميوا وهم يبدأوا يكميوا حبوب ديالاتي اللي عندهم وعلى ما قال العربي هذو الحبوب ديالاتي عجبوه بزاف وعجبوه يكميهم يمكن كون سالة لهم هذو الحبوب كما هو الفلوكا ويقول كتاهية مزيانة المهم كل نهار كانوا يتسناوا كل مرة يتسناوا في الأفق ويتسناوا هذا المنظر ديالاتي بيساق لأنه معيوا في البحر بعد شهر وما زالين ووصد البحر ويشوفوا غير لون الزرق ضاير بهم والماكلة ديالهم سالات والماء كان العربي ديالما يفتجاه ديال الغروب الهدف كان أمريكا مش هذو الحماس اللي كان في الأول والعربي ولا كيف يفكر في المصير دياله العربي واحد مرة قال الفوزي إذا مت ما تخليش الجوتة ديالي فوق الفلوكا ولكن أنا بحار لوح الجوتة ديالي راه هيعرف شما هيدير بها كما كانت بدات الرحلة كان العربي تحفر الأيام في الجنب ديال ديال الفلوكا باش يعقل ولكن من ينفاته الشهر من ينفاته ثلاثين يوم فوق ذلك الفلوكا وما بقاش يدير هذه العادة يعني في هذا اللحظة ما بقاش عارفين رأسهم نهارهما تبانوا لهم غير الأيام تدوزوا وتلفلهم الحساب ولو الأيام كلهم تتشابهوا كل شي سالة لهم ذلك الجبوطات اللي كانوا جايبين تهوا مساله بقى عندهم غير صنارات وباش يصيدوا وبقى عندهم واحد شوية ديال الكاشر هم اللي داروه طعم وبدأوا تصيدوا بالحوت ومن بدأوا تصيدوا الحوت بما أنهم ما بقاش عندهم كيفاش يطيبوا ذاك الحوت ولاو تقطعوه وتحطوه تنشفوه للفلوكا باش يبقى لهم مدة طويلة وفنوص الوقت يقدوا يزعموا عليه ويياكلوه الأيام ولاو تتعاودوا والملال خلاهم يبقوا يعاودوا البعضياتهم عن الحياة ديالهم اللي كانت مقبل هاد الرحلة هنا فوزي الكازاوي بدأك يعاود وقال العربي أنه عسكري وأنه كان حاضر فوقية انقلاب وتحكم بالحبس ودوزو ومن بعد ما يخدم في البني ومن بعد ما يخدم في البني جمع شوية الفلوس وقرر يدير هاد الرحلة باش يخوي المغرب العربي كان بحر واعر شحال مرة كان البحر كيهيج ولكن كيعرفي نافيقا في البحر باش لم يقلبوهم لأن المماج وصل البحر موحيط الأطلسي يكونوا كبار بزاف وباش يكونوا العواصف صعيب بزاف بالخصوص إذا كنتي غير في فلوكا ولكن واحد نهار وقعت واحد الحاجة الليل العربي وصاحبه مكانوش كيتخيلوها كيف ديما العربي كانت يستعد ينعس باش في الليل ياخد النوبة دياله ويتكلف بالفلوكا وهو تيوجد بله في الأفق واحد اسحابه كحلى واضباب وقضية شوية ماشية هديك تم قال الفوزي هاتا أنا هنتكشي شوية إذا كان شي حاجة فيقني علمني العربي نعس واحد الساعة شوية بدأت يفيقه فوزي فيق حل عينيه وهو يشوف الرعب في العينين ديالصاحبه في عينين ديالفوزي القارس هم وصل عاصفة الشتاء والريح ذاك الريح مجهد الدرجات ان العربي تيقول ما عمره شفوه في حياته وانهو تيحسبه بحالها يطير الفلوكا في السماء تم هبط هادوك الاشريعة وبدأت يجدف بدأت يحاول يحاول المواج يمشي معاهم مهم تيحاول انهم ما يغرقوش وفي نفس الوقت فوزي كان شاد واحد وتيخوي الماء اللي تيعمروه المواج في الفلوكا ابقوا هكا ساعات ومتيتدابزوا مع الموت وسط هذاك البحر وواحد اللحظة العربي دار شاف فوزي قال لي اذا تفقينا من هادو ويداسلكنا منها راما هيطر لناوالو راح نوصله وبقوا هكا خمسة ديال السوايا احتوصل المغرب ديال ذاك النهار تم تكالمات القادية ما عرفوش رأسهم ووش العاصفة حبساته ولا هما خرجوا منها ولكن القادية تكالمات في ذاك اللحظة فوزي والريد ديال العربي لقاهم كل هم نبليين بذاك اللحظة 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 يخوي به الماء من الفلوكا وتما عاد قدروا يرتاحه دهزو ايام من بعد ذاك النهار وهوما تايهين في المحر مرة تتصب الشتاء تعمرو بيها الماء باش يشربوا ويغسلوا بيها وشي مرات تكونوا غاديين بالليل حتى تباليهم الضوء تبقاوا عيطوا لهم ما تيوصلوش ليهم واحد النهار كانوا غاديين ووصلوا وبنت ليهم واحد الكتلة كبيرة تحت الماء حساب ليهم غواصة بدأوتي يجدفو لها ومنين يقربوا ولقاوها بالين بالين كانت تهي غاديين تجعوهم وصلوا بحر لحد الساعة ما بقاوش عارفين للايام وفوزي جاه لاحباط لانه ما بقاش قد يتحرك بزاف بحلة تشل المرج له والتي تمشى بصعوبة قد يتحرك والأيام كل هاته التعاود غير الزرق ضاير بيهم تلواحد النهار فاق العربي ويبلي فوزي على غير عادته انه تمشى قد يجرسوا التراس ديال الفلوكة وفرحان وكي عايت ليه وكي يقول ليه اجي تشوف شنو كين في الأوفق مشال العربي بدأت يبليه بحال شي كتلة كحلة عو تاني بحال ذيك ديال العاصيفة وقال يكمل عاصيفة يكمل وصلنا للأرض لم تتأكد زعم وقال الشراع ديالو باش يمشي في تجاه الكتلة الكحلة التي تبليهم وهو تتمنى بأنهم يكونوا وصلوا للأرض بقاو تقربوا حتى بدأت يبليهم مزيان شنو كاين بدأت يبليهم شجر ووصلوا للليابيسة ديك ساعات ما عارفينش ولكن كانوا وصلوا للشمال ديال برازيل واحد اللاصة اسمتها قويان هذا قويان ما الحد كانوا تهدروا باللغة الفرنسية يعني كان تواصل شيئا ما سهل مع هدوك الناس معاوصلوا تماما وقالوا هدوك الناس ما بغاش تدخل لهم رأسهم بأن جوج ديالناس قطعوه من المغرب حتى الشمال ديال برازيل منين تأكدوا بالصح هزوهم دوهم السبيطار وخلاوهم تماما حتى ولوشي شوية تماما فين شرحوا لهم وقالوا لهم إنا نهارهما وعرفوا بأنهم ضربوا كتر من مئات يوم وصل البحر يعني ثلاثة المرات داكشي اللي كانوا عوالين عليه في العالم قدروا يديروه من قبل منه من بعد تواصلوا مع عائلاتهم بشروه بالخبار بأنهم ما زال حيين الناس في الصويرا ساقوا الخبار عرفوا شنو كاين وقلسوا تماما وحد المودة قلسوا من عام تيخدموه فوزي رجع خدم في البني ولعربي خدم في ديالو يعني في البحر في الصيد ومن بعد عام ونص توحشوا العائلات ديالهم بزاف وقروا يرجعوا للمغرب هاد القيصة هدي ما كتعارفة أنا من قبل وتنتعجب علاش ما معروفاش في المغرب كتر كان كتاب عليها تقدو تلقاه اسميته الامتداد الأزرق صراحة هادو من أغرب و أحسن القيصص اللي واقعين في المغرب شي حاجة كبيرة بزاف في الأخير هاد شي كامل كانت في 89 فهد الوقت ديالنا دابا فوزي مات الله يرحمه والعربي بابا مار مازال حي حتى دابا وكان شي صحوف إلكترونية ودهك شي داروا على روبرتاجات ممكن تمشي وتسمعوه هادو من القيصص اللي كان دارهم مريكاني كان ممكن يكونوا فيلم لأنها صراحة قصة واعرة بزاف وهنا يعطيتكم غير المختصر ديالها اللي بغاي زي تقلب ويلقاها وبرتاجيوا هادو الفيديو ووصلوها الناس باش عارفوا الناس كتر على هاد القيصة هادي وهذا ما كانت من هذا الفيديو تكون عجباتكم ما تنسوش لايك كومنتير وانتلاقوا في الفيديو الجاي